وجدنا اليوم أيضاً اعتقالات وأحكام مثلاً صدر الحكم على المقاوم رجل فاضل محاد قاسمي بخمس سنوات سجن نافذة خمس سنوات سجن نافذة تهمة طبعاً تهمة معلبة وهي الإشادة بالإرهاب ما يسمى بالإشادة بالإرهاب أبدى فيه رأي في قضية بسيطة لكن تهم معلبة وجاهزة أبدى رأي فيما كان يعرف بأبناء الصحراء وبطرمون الذي قتل قال يومها بأن الضغوطات التي وقعت عليها هؤلاء والأوضاع المتوجدين فيها أدت بهم إلى الاتجاه نحو العنف ومع ذلك فإنهم تراجعوا عنه وحتى التقوا المسؤولين للحكوميين كان أبدى رأي رأي بسيط كما يبديه جعل الناس مع ذلك الحكم خمس سنوات وهذه قضية واحدة فقط ما زال يستنوها في قضايا أخرى لماذا في الحقيقة محاد قاسمي؟ لأن عندهم خضب شديد منه كان العام بدور رئيسي في تحطيم قضية الغاز السخري كان هو وإخوانه في الجنوب في ورقلة في عين صالح في أدرار في بشار في تامن راصد في المنعة إضافة إلى إخوانهم اللي كانوا ينزلوا من الشمال من مدن الشمال إلى الجنوب وإخوانهم أيضا في الخارج لعبوا دور في تحطيم قضية فتح الصحراء للشركات خاصة الفرنسية والأمريكية للعبث بالصحراء بالمياه بالبيئة بالطبيعة هناك وبالفعل سنتين أو ثلاثة والمعركة ولعل البعض منكم يتذكرها 2012 2013 2014 2014 خبنا معهم معركة شديدة حول قضية الغاز السخري إلى أن تراجعوا ثم زادت نهارة الأسعار تعلق البيترول في 2014 فالشركات أصلا اللي كانت تبحث على الغاز السخري أيضا هي لم تعد مهتمة كثيرا ولكن المعركة في 2012 2013 2014 كانت شديدة جدا لدرجة يومها المهرج السلال اللي رأي سجناته نصف العصابة نصف العصابة في السجون نصفها مع تبون قال شرذم وشن هجوم على أهل الجنوب إذن محاذ قاسمي وإخوانه يدفعون الثمن يدفعون الثمن أنهم قاوموا وواجهوا بالكلمة بكل سلمية انحراف انتع العصابة التي تحكم البلاد يومها واللي كانت تؤدي إلى تدمير هائل للبيئة والمياه ولمعيشة الجزائريين خاصة في الجنوب حيا الله محاذ قاسمي وكل أحرار بينما كانوا أيضا من بين الأحرار اللي عندهم عليه غضب شديد واللي رأهم يعذبوا فيه بكل الطرق هو أخونا إبراهيم العلامي فالمعلومات تقول أنه تم نقل إبراهيم العلامي من كانوا نقلوهم برج بوعري ريج ثم قالوا أنه نقلوه للبويرة ثم أن نقلوه إلى عين والسارة إلى السجن في عين والسارة بولاية الجلفة أولا طبعا التنقيل من سجن إلى سجن هو في حدات عقوبة هو حدات التعديد بطريقة أخرى خاصة الإنسان يكون في السجن ربما ما دار بعض الزملاء بعض الأصدقاء بدأ يرتفع أموره إلى آخرها ثانيا هو عقوبة للأسرة يعني الأسرة بدل ما كانت تروح لهما يسكنوا برج بوعري ريج يروحوا للبرج بوعري ريج يروحوا للبرج بدل ما كان يقطعوا خمسة كيلويتر أو عشرة كيلويتر باش يصلوا للسجن الآن لازم يقطعوا مئات الكيلومترات باش يوصلوا للسجن باش يروحوا يشوفوه انتقام شديد من كل آل الإعلامي ومن إبراهيم خاصة لأن إبراهيم من الثابتين من المقاومين من الذين رغبوه مقبلش ترغيب خمسة ملايات سنتيم وكنا شرفنا الفيديو يومها وقالوا له هذا عربون نزيدولك فيما بعد رهبوه سجنوه عذبوه ولو وهنا أو مرة أخرى نعاود نذكر بهذه ويجب دايما إخوانا يذكروا بها ويكتبوا كل من يعرف يكتب الإنجليزية الفرنسية الإسبانية يكتب إلى الحكومة الإسبانية يروح لهم على مواقعهم على الفيسبوك على التويتر على اليوتيوب على الإستغرام على المواقع الحكومية يكتب لهم عيبة عليكم عار عليكم أنكم سلمتم براهيم الإعلامي محمد عبد الله إخواني خاصة من يتقنون الإسبانية والإنجليزية ولكن حتى الفرنسية لأنهم يقرؤوا هالإسبان يجب من بين الشيء اللي تقدر تديره أنت اللي رك موجود في موريال أو موجود في أطاوة أو موجود في سان فرانسيسكو أو موجود في برلين أو موجود في ستوك هولم أو في لشبونا أو في بارسلونة أو في نونت أو في بريكسل أو في جناب أو في لوزان في أي مكان أو حتى في أستراليا أو في جنوب إفريقيا بل حتى من الجزائر من يستطيع أن يكتب ويدخل على المواقع الإسبانية ويحط صور محمد عبد الله ودخلوا على موقع محمد عبد الله نتمنى إذا المساعدة لا يسمع فيه يدير له بين الآن يبينيه دخلوا على موقع محمد عبد الله ركم تجدوا فيه كثير من المعلومات كثير من الصور ووضعوها نقلوهم أحيانا تنقلوا فقط صور أحيانا نقلوهم فقط عبارات وممكن حتى في الموقع ربما المشرفين على الموقع يوضعوا بعض العبارات وبعض الجمل اللي تقدروا تنقلوها وتوضعوها لهم في المواقع أنتاحهم على الفيسبوك أو على تويتر أو على أي موقع أو حتى على المواقع الحكومية على المواقع الجرائد الإسبانية على مواقع المنظمات الحقوقية على مواقع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية الإسبانية والحكومة كثير من المرات أخواني يقول لي قلنا وش نديره هاي أعمال بسيطة تدخلوا وتكتبوا لهم قمتم بتسليل أحرار خاصة إبراهيم لعلامي هذو اللي متأكدين منهم ومحمد عبد الله إلى نظام إجرامي إلى نظام فاشي إلى نظام فاشل ورهم يتعرضوا التعذيب ورهم يتعرضوا الضغوطات ورهم يتعرضوا أنتم يا حكومة إسبانيا مسؤولين على كل هذا كل ما مس محمد عبد الله وابراهيم لعلامي الحكومة الإسبانية متورطة فيه مباشرة إذن من حقنا أن نحتج عليهم لكن دائما بطرق سلمية حتى خوتنا اللي رحوا يكتبوا ما تخلوش السب أو الشتم أو هذاك ما يمشيش نتائج تجي بالكلمات القوية المنطقية بالحجة فتكون على مواقعهم ويكون احتجاج شامل بحيث أن يتم وضع صور محمد عبد الله بحيث أن كل الإسباني يعرفوا سواء كانوا حكوميين أو رسميين أو شعبيين يعرفوا لماذا هذه الاحتجاجات وبالمناسبة لو تكون العملية قوية جدا ينقلها حتى تلفزيونات الإسبانية ويتكلموا عليها لأنهما هناك متعرفة منظمات وأحزاب مختلفة وأحيانا متخاصمة فالبعض ربما يختنم فرصة بحيث أن هذه الحكومة مثلا يخرجونها آخرين ويطالبوها بالفعل لماذا قمتم بهذه الأفعال إذن انتخاب من إبراهيم العلامي أيضا يتم تغيير السجن لا طبعا تعرض للتعذيب عدة مرات تعرض للتشوية عدة مرات تعرض لأسرة تعرضت لضغوطات شديدة عدة مرات المحامين تعو طارق زدام رحمه الله تم اغتياله وأنا أزن كلماتي هنا اغتيال طارق زدام كان اغتيالا في شكل حادث لحد الآن يومها قالوا بأنهم ألقوا القبض على السيارة لدهساته وأنها ست ولا شيء لماذا؟ لأن لدهسه أعطيت له الأوامر من طرف دولة الحنوشة من طرف المخابرات الإرهابية وبالتالي رأوا في مأمن وبالتالي هذا لا مرش خرجوه أعطاوله باسفور وبدلوله الهوية ورح غادر البلاد طارق زدام رحمه الله وقد ترك أولادا وزوجة وقد كان حراكيا محاميا مقاوما بحق أغتالته أياد المخابرات الإرهابية يوما ما ستسقط هذه العصابات وستتكشف كل هذه الملفات فنحن لا ننطق من فراخ إنما عندما نتأكد من معلومات أو من خلال تحليل عميق لمعطيات قضية معينة نتحدث عنها طارق زدام كان اغتيالا ومن بين الأسباب أنه كان بالفعل محاميا شريفا نظيفا مدافعا عن الأحرار وخاصة على إبراهيم الإعلامي اللي كان طارق أحد محاميه وعلى آخرين كثيرين في الحقيقة اليوم أيضا اعتقل هذا الرجل قد جاوز الستين وهو محمد عودي وتقي في العاصمة من طرف ما يسمى بالدرك الوطني هذا هذا الدرك ليس وطني هذا درك قمعي هذا درك في خدمة العصابات والدليل أربع من قادة هذا الدرك إما هاربون وإما في السجون وإما على أبواب أن يعتقلون من نتبع نوبع مسجون وقد كان رئيسا للدرك لعدة سنوات باللقصير الذي خلفه هارب اللي جابعت باللقصير عرعار تحت الرقابة القضاية وعلى أبواب أن يسجل قوسمية تحت التعقيق وعلى أبواب أن يسجل واللي ره اليوم على الدرك مجرم علي أسموه هذا المجرم علي ويحيا أعتقد نسيت أسمه من شدة كراهية لهذا الشخص وأنا أعرف أنه متورط في تعذيب محمد عبد الله هذا مجرم حرب مجرم ضد الإنسانية والحاج ويحيا والحاج هذا المجرم ضد الإنسانية هذا الذي حرق إنسان بشهادة شهود حرق إنسان مسكين قد طعولوا سدروا بالبيونات ثم شعلوا فيه النار وهو مازال حي وحرقوه هذا المجرم اللي كان يومها كابيتان ره اليوم هو قائد الدرك الوطني يقود 200 ألف تقريبا 200 ألف منعنى صدرك ويزيدون قليلا ولذلك البلاد يقودها مجرم ضد مجرم ضد مجرم مجرم أو ضد مجرم أو بلاد تقودها عصابات أشرار إذن هذا أخنا عودي أعتقل محمد عودي يعتقل في العاصمة أيضا اعتقالات واعتقالات لا تتوقف ترجمة نانسي قنقر